في إطار توسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية توفير خدمة إصدار جواز بدل فاقد وبدل تالف للمواطنين البحرينيين داخل مملكة البحرين وذلك عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وبهذه المناسبة أشار الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أنه بإمكان المواطن الاستفادة من هذه الخدمة في حالة تلف أو فقدان الجواز داخل مملكة البحرين وذلك بتقديم الطلب مباشرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وإدخال البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة حسب الاشتراطات الموضحة على الموقع وأوضح أنه بعد تقديم الطلب يتم الاتصال المرئي بالمواطن لاستكمال الإجراءات اللازمة والدفع من خلال موقع الحكومة الإلكترونية حيث يتم استلام الجواز من أحد مراكز الخدمة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ترجمة نانسي قنقر